السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا طلاب الصف الخامس؟ أتمنى أن تكونوا جميعا بخير هيا بنا نبدأ حصة جديدة وسوف ندرس اليوم كثة النمر الأركض هيا بنا نتعرف على خطوات درس اليوم من الشخصية الرئيسة في القصة؟ ثانيا هل هذه القصة حقيقية أم خيالية؟ ثالثا ما صفات الشخصية الرئيسة؟ الهدف أن يلخص أنه تعلم أحداث القصة موضحا الصراق هيا بنا نقرأ القصة بعد لحظات من التفكير العميق اقترح الفتى ما رأيك أن نصبح أصدقاء؟ أجاب النمر بسعادة فكرة رائعة ولكن أين سنلتقي؟ أجابه الفتى هنا فوق كمة الجبل اتفق الصديقان على اللقاء كل جمعة بعد شروك الشمس والآن جاء دورك في الكراءة ثم تجيب عن الأسئلة أصبح الفتى والنمر الأرقة صديقين لم يعود يشعرون بالوحدة والملل ولم يعد النمر يبحث عن نمر مثله ولا الفتى يبحث عن مدينة صاخبة تشبه قرية إلى أن سمع الفتى عن محمية طبيعية قريبة تعيش فيها أصناف عديدة من الحيوانات البرية ومنها النمور العربية المرقة فرح كثيرا وقرر أن يخبر صديقه النمر حين يراه في المرة القادمة ولكن إذا وجد صديقه نمورا تشبهه سيتركه حتما فكر الفتى وقرر أن لا يخبر صديقه عن المحمية ما هو معجمة كلمات للاستعانة به في توضيح السراء هو اختلاف الآراء بين الشخصيات ينتج عنه المشكلة ما استفادة التي يجب أن يتحلى بها الأصدقاء الآن جاء وقت الأنشطة النشاط الأول أجب عن الأسئلة الآتية ماذا وجد الفتى في طريقه؟ ماذا وجد الفتى في طريقه؟ ثانيا ماذا اقترح الفتى على النمر الأرقى؟ ثالثا متى كان يتقابل الصديقان؟ رابعا ماذا سمع الفتى في المدينة؟ وأخيرا هل قرر الفتى أن يخبر النمر بما سمعه؟ ولماذا؟ بعد أن تجيب أسئلة النشاط الأول عليك أن تقيم إجابتك بنفسك لكي تتأكد أن إجابتك صحيحة ثاني تخيل الحوار الذي حدث بين الفتى والنمر وعبر عنه صوتيا سجل في رسالة صوتية الحوار وإرسله إلى معلمك الثالث أن أستخرج عبارات أعجبتني من القصة أستخرج عبارات أعجبتني من القصة الرابع أن ألخص أحداث القصة موضحا أسرع أن ألخص أحداث القصة موضحا أسرع مستعينا بالكلمات التالية في يوم من الأيام التقى النمر الأرقط محمية مدينة فأجابه تقيم الختامي ما الشيء الذي جمع بين الفتى والنمر وجعلهما أصدقاء ما الشيء الذي جمع بين الفتى والنمر وجعلهما أصدقاء هذا هو التقييم الختامي تستطيع أن تدخل على هذا النمر بعد أن انتهينا من درسنا اليوم علينا أن نفتح موقع الصوافير ونقرأ القصص جيدة اشتركوا في القناة